موسيقى نضحك تاني كل من الشعب المصري بيتحك وفرحان دلوقتي رغم الحزن من الهزيمة أمام أسيوبيا لكن دايما الفرحة الكبيرة محمد صلاح محمد صلاح منذ دقايق طوجه بأفضل لاعب في البريمير ليج لهذا الموسم بعد صراع كبير مع ستة من نجوم البريمير ليج محمد صلاح بيكتب تاريخ جديد تاريخ وأرقام أكتر من رائعة ويبقى دائما محمد صلاح هو البسمة دلوقتي للكورة المصرية للمرة التانية محمد بيفوز بالجائزة الأقصر قيمة ولسه كنت بكلم مع ناقدنا أحمد مجدي بيقول لي الجائزة ديت على مستوى اللاعبين على مستوى المدربين على المستوى النقاط تخيل هذه الجائزة هي الأصعب حصولك على هذه الجائزة هي الأصعب في البريمير ليج بيفوز بها محمد صلاح للمرة التانية في خلال وجوده مع ليفر بول مبروك لمحمد صلاح دايما يا رب رافع رأسنا وموفق دايما فيه يعني رفع اسم مصر عاليا ودايما دايما إن شاء الله إلى الأمام رأيك في الخبر للسعيد كلنا كنا طبعا جوه دوامت منتخب مصر لكن يأتي خبر سعيد إن محمد صلاح بيفوز للمرة التانية في تاريخه مع ليفر بول بجازة أفضل لعب في البريمير يعني هو شيء كان متوقع أو أي حاجة عكس كده قياسا للموسم الهائل اللي قدمه محمد صلاح في الدور الإنجليزي وتتويجه بلاقها بالهداف للمرة التالتة وتتويجه بجازة ربطة اللاعبين للمرة التانية وتتويجه السنة دي بجازة الالتحاد الإنجليزي للمرة التانية محمد صلاح بقى من اللاعبين القلائل اللي بيستحوزوا على جميع الألقاب الفردية جوة الدور الإنجليزي ومن اللاعب القلائل اللي حقاية ده في موسم واحد يعني لما بفتكري يا كابتن موسم 2017-2018 والناس بدأت تقول في إنجلترا أن ده وان سيزن واندر أن ده يعني عجوبة العام الواحد أنه يجيب أكتر من 42 جون يقفل الموسم على حوال 44 جون في كل البطولات يأخذ كل الألقاب الفردية يأخذ هداف الدور الإنجليزي بفرق كبير عن أقرب المنافسين وبيج يقول إن فات خمس سنين ومحمد صلاح لسا بيع من نفس الشيء ده شيء تحدي يعني غير مسبوك وبيسلط الضوء فعلا على الشخصية اللي بيتمتع بها صلاح والطريقة اللي بيشتغل بها على نفسه والطريقة اللي بيشتغل بها على عقليته هي دي النقط اللي فرقت فعلا محمد صلاح عن مواهب كتيرة جدا ظهرت في تاريخ مصر واحترفت وكتبت تاريخ بره كمان ولكن محمد صلاح عشان كده حوال احنا بنتكلم عن أفضل لعب مصري في التاريخ بفرق كبير برضو عن أقرب منافسين حتى لو كانت فرق الجودة أو الموهبة مش هو الأفضل بشكل قاطع أو بشكل حاسم كلنا عارفين إن في مواهب كتير جات في الكرة المصرية بس بنقول لو خدت فرصة صلاح لا لو اشتغلت شغل صلاح لو اشتغلت شغل صلاح أنا أتفق معكم معكم مع عقلية صلاح وزي ما بتكلم دايما ودايما بنتكلم إن محمد صلاح اختلف كتير جدا جدا وبدأ يحط أساس اللاعب المحترف الحقيقي مش داخل الملعب بس خارج الملعب عقلية مختلفة تعامل مختلف سواء مع اللاعبين مدربين إعلام يعني طموح مختلف بدأنا دلوقتي بنتكلم ويمكن زي ما أحمد وانت بتقول كلنا كنا بنقول بدايته في موسم 17-18 لا دي يعني طفرة كده ولكن الاستمرارية على هذه القمة من البريميال ليج من ألقاب وأحمد قال لي لسه رقم برضو أغششه لحضراتكم 59 لقب فردي لمحمد صلاح ناقص له لقب واحد ويعنده 60 لقب فردي تخيل هذا العدد من الأرقام وهذه الأرقام القياسية وما بتتكلمش على الدوري الهولندي ولا الدوري الأسباني ولا الدوري البلجيكي بتتكلم على البريميال ليج محمد صلاح مشرفنا محمد صلاح رافع راسنا والسؤال اللي دايما بنسأل فيه إزاي نستفيد من محمد صلاح كمان فنياً داخل الملعب النقطة اللي انت تكلمت فيها يحمد إحنا كمان لازم يكون عندنا استراتيجي لازم نستفيد من قدرات محمد صلاح الفنية علشان يعني علشان كمان يظهر إمكانياته اللي بنشوفها في ليفر بول يظهرها مع المنتخب المصري دي ده شغل لعيبة وشغل فني كبير جداً لازم يحصل الفترة اللي جاية ترجمة نانسي قنقر